يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة في رأيي يوم مش حلو للأندية المصرية في البطلات الأفريقية حسنا نتكلم على الأهلي وبيرامدز في دوري الأبطال هتقولي الأهلي تعادل هقولك بطعم الهزيمة هتقولي بيرامدز لسه عنده فرصة هقولك موقفه تصعب جدا والخسارة النهاردة مستحيل تبقى منطقية هتقولي ليه الأهلي النهاردة بتعمل خسارة؟ يانجي أفريكنز فريق محترم في الكرة الأفريقية آسي يهملوش بطلات وإنجازات ولكنه مشاركاته معتادة في البطلات الأفريقية هو سينبا من تنزانيا يانجي أفريكنز هو متصدر الدوري التنزاني يانجي أفريكنز مؤخرا كان كذبان سينبا اللي الأهلي تعصر معاه بتعادل زهابا وقيابا في الدور الأفريكي يانجي أفريكنز كان كسب سينبا ده خمسة فالفريق محترم على ملعبه محترم جماهيره كبيرة بس ليه للفوز النهاردة بتعمل خسارة هقولك لو المباراة دي قبل ما تبدأ كنت ممكن تقول ايه لو الاهلي خلصت عادل مش وحش ممكن تعدي تبقى للاعتبارات اللي انا قلتها من شوية دي كلها بس لما المباراة بدأت لقى الاهلي كويس الشوت الاول معقول الشوت التاني جيد جدا ليه تهدر فرصة فوز عظيمة ومتاحة وفي المتناول بطريقة معتادة بطريقة معتادة ايه هي الطريقة المعتادة اللي بقى فيها الاهلي بقى له اكتر من مباراة الاهلي بيوصل كتير الاهلي بيصنع فرص كثيرة الاهلي قوي جدا هجوميا قوي جدا هجوميا مقصودش بيها قوي جدا تهدفيا قوي جدا هجوميا يعني قوي جدا هجميا يعني بيقدر يصنع عدد كبير من الفرص في كل مباراة ما تقلش عن 15 فرص ما بين عادية وما بين خطيرة محققها يعني طيب أنا هنا كمارسل كولر كمدرب عملت شغلي تالت وامتلت ولا لأ عملته ولو تفتكروا السنة اللي فاتت كنت بقولي الكلام ده في عز إنجازات النادي الأهلي وده كان سبب إشادتي بمارسل كولر اللي هي لحد هذه اللحظة قائمة إن مارسل كولر لقى إن فيه مشكلة في التهديف في الأهلي فقدر تكتكيا وفنيا إنه يخلي النادي الأهلي في كل مباراة يوصل بمتوسط فرص 15 فرصة في المباراة بتزيد بعد 17 لـ 18 لـ 20 وممكن أكتر في المباراة الوحدة المشكلة إنك لما توصل بـ 15 كورة لـ 20 كورة في منطقة المنافس كل مباراة وتسجل هدف أو اتنين يبقى عندك مشكلة كبيرة جدا تهدفية النهاردة يا جماعة دون أي مبلغة الأهلي مضيع خمس أهداف محققة خمس أهداف محققة بلاعبين مختلفين الخمسة مختلفين أنا متخيل لو أنا مكان مارسكول أعمل لكم إيه؟ طيب تعالى